سورة تقرأها بعد الفجر يوم الجمعة يغفر الله ذنبك ويوسع في رزقك ويكشف لك أعداءك أمامك ويستغفر لك سبعون ألفا من الملائكة ويبني الله لك بيتا بها في الجنة بإذن الله بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وآله الطيبين السلام عليكم ورحمة الله سورة درة وكنز من قنوز القرآن تحمل ما لا يعد من الأسرار والخواص متعددة الخواص وشاملة العطاء شديدة القوة وسريعة البرهان لما قرأت له كلما قرأتها فاضت عليك بتجلياتها النورانية العظيمة ولها خاصية مميزة إذا قرأت يوم الجمعة في غفران الذنوب وكشف الأعداء والبلاء وتوسعة أرزاق وإدرارها عليك بإذن الله وبسر سورة الدخان السورة التي قال فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم من قرأ سورة الدخان يوم الجمعة استغفر له سبعون ألف ملك وفي حديث آخر أصبح مغفورا له أو أغفر له ما تقدم من ذنبه وحين تغفر الذنوب تكشف الحجب وخصوصا إن كانت الملائكة التي لا يرد لها دعاء هي من تستغفر لك سورة الدخان من السور الحواميم السورة المعجزة المليئة بالأسرار والمفاتيح سواء على النفس أو الروح أو المحيط لها طاقة نورانية عجيبة في إنزال السكينة والطمأنينة والراحة لمن قرأها وخصوصا قبل النوم وكلما قرأتها كلما فتحت الله لك أبواب الرزق والبركة ويمنحك الله الخير والعطاء بدون حساب هي السورة التي إذا قرأتها بنية خادصة لله ثم دعوت الله بأي دعاء أو أمر استجاب لك سبحانه في الحال وإذا قرأتها قبل الذهاب لمقابلة عمل فإنه يتيسر أو تمشي الأمور بأحسن ما يرام وإذا قرأتها قبل الامتحان تجعلك تستنبئ بأسئلة الإختبار هذه السورة لها سر خارق في فتح البصيرة وفي تنويرها بحيث تجعلك تشاهد بوضوح وتكشف عنك ما هو محجوب وطبعا قد سبق وأنزلت فيديو بخصوص الكشف بصورة التخان فهذه السورة كنز نوراني يعجز اللسان عن وصف طاقته والقدرة التي أودعها الله فيها والكرامات التي تصاحب من يداوم على قراءتها ولو مرة واحدة في كل ليلة قبل النوم فيتمنحك الرؤية الثاقبة بالقلب يعني رؤية نورانية بحيث يبدو لك ما هو خاف عنك وتكشف لك من يكيد لك وتفضح أعدائك والمتربصين بك حتى يأتوا ويفضحون أنفسهم أمامك فهي تعتبر من أقوى الصور في كشف الأعداء والكشف عن من يضمر لك الشر وتكشف عنك الحجاب لترى كل شيء تحمل صورة التخان أسرار الأسرار في فتح البصير الروحانية النورانية في عالم الرؤى والأحلام ولها فضل عظيم يفوق الوصف في ذلك فإن كنت تعاني من مشاكل أو مكائد من بعض الأعداء حولك أو في عملك إن كنت لا تعرف عدوك من صديقك وخصوصا أن العديد من الناس يعانون من طعن الأعداء والمتربصين والحقاد وللأسف لا تعرفهم ولا تستطيع التمييز بين العدو والصديق وبالرغم من أنه قد يكون من أقرب الناس إليك ولذلك فإن القرآن هو النور وهو السراج المنير الذي يضيء لك كل ظلام هذه الصورة عند قراءتها تكشف لك وتساعدك على رؤيتك للمكائد والشرور التي تحاك ضدك ترى ذلك في عالم الرؤى وترى واقعا وكذلك قبل حدوثه تكشف لك عن الأسحار وعن السحر أي شخص يحفر لك حفرة أو ينوي على عمل سحر أو تصاليت أو أردى أن تسبقه بخطوة فعليك بصورة الدخان لهذه الصورة طاقة نورانية رهيبة في كشف مرضك هل هو روحاني أو عضوي وتجعلك ترى طبيعة سحر المعمول عليك إن كان لديك سحر وما هي إصابتك بالضبط والمكائد التي تنصب لك والعدو الذي يتربص بك ويفضح نفسه بنفسه أمامك لها قوة أعجب من العجب في العلاج وفي الطبابة من الأمراض الروحية والعضوية والجسدية ولها سر قاطع ونورانية مبهرة وخاصية مميزة إذا قرأت يوم الجمعة بحيث فضل قراءة سورة الدخان يوم الجمعة يظل لمدة أسبوع كامل وتأثيرها من جمعة إلى جمعة يكشف لك عن كل شيء وقراءتها لمرة واحدة قبل النوم يوميا كأنه يمطر عليك الرزق من السماء وينبته من الأرض يعني رزقا مضرارا لا تعلمه من أين يأتي يعني من حيث لا تدري ولا تحتسب فأما إن كنت تريد أن يكشف الله لك عدوك من صديقك أو من يخونك أو من يدبر لك مكيدة فبعد صلاة فجر الجمعة وأنت على وضوء تقرأ سورة الدخان سبع مرات على طهارة ووضوء وخلال الأسبوع سترى كل من يتربص لك وكل من يحفر لك أو يدبر لك المشاكل وترى الأمر بوضوح وليس هذا فقط بل وعدوك سيفضح نفسه بنفسه ويقع في الأمور التي يدبر لك وحتى إن كان هناك من يكيد لك في العمل أو من يخونك أو من يفعل شيء في الخفاء ضدك يكشف أمامك إما أن تشاهده في المنام أو في الحقيقة بإذن الله وبسر سورة الدخان لها خصوصية ولها طاقة رهيبة في فتح البصيرة النورانية إذا أردت أن تكون لديك بصيرة ثاقبة ومنورة وقوية فلا أقوى من أنك تقرأ سورة الدخان ثلاث مرات دائما بعد صلاة الصبح ستحصل أو ستجعلك ترى الفرق من أول يوم وتلاحظ قوة البصيرة والرؤى الطيبة تتحقق كلها مباشرات وإذا يوجد فيها أمور خطر عليك أو مشاكل أو تحذيرات فسترها كذلك في الرؤية بإذن الله فلا تستغني عن سورة الدخان العظيمة والرفيعة القدر لأنها ستمنحك من الكرامات في الرزق وفي العطاء وفي الكرم وفي البصيرة النورانية ما يعجز الألسن أو تعجز الألسن عن وصفه والعقل عن استعابه من التجليات المبهرة النورانية بإذن الله وبسر سورة الدخان دمتم في رعاية الله أحبكم اللهم صلى وسلم على رسول الله وآله